الثامنة صباحا مهدنا مع مجز الأهم الأنباء مع دينا شرف اتفضل يا دينا شكرا لك جومانة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرونيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تستأنف اليوم الجلسات النقاشية للحوار الوطني وذلك في الأسبوع الخامس من الجلسات حيث تبحث لجان المحور السياسي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات والنقابات والعمل الأهلية بينما تبحث جلسات الثلاثاء المقبل في المحور الاقتصادي قضايا العدالة الاجتماعية والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالية وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني أعقد جلسة خاصة للنجلة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي يوم الخميس المقبل لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وأكد مجلس الأمناء إرجاء جلسة الصناعات التقافية التي كان من المقرر لها الخميس المقبل واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم لسرعة إنهاء مناقشات حول مشروع القانون أعرب العاهل المغربية الملك محمد السادس عن أمل بلاده في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدموماسية بين البلدين وفي كلمته بمناسبة الذكر الرابع والعشر لجلوسه على العرش أكد العاهل المغربي أن المغرب لن يكون مصدر أي شر أو سوء للجزائر مشددا على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لروابط المحبة والصداقة بين شعبي البلدين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بإيكرانيا وأضاف الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سعن بيترسبرغ أن مبادرة السلام الإفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكون أساسا للسلام مشددا على صعوبة وقف إطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني حجوما قال أمين مجلس مديني زبورجياب بجنوب أوكرانيا أناتولي كورتيف إن صاروخا روسيا أصفر عن مقتل شخصين وتهشم نوافذ شقق سكانية في المدينة وأضف أضيان عبر تطبيق تيليجرام أن صاروخ أصاب منطقة مفتوحة مشينا إلى أن موجة الانتجار حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا والحقت أضرارا بمبنى مؤسسة تعليمية ومدجر كبير أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة خمسة آخرين وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام أن صاروخا أصاب مؤسسة تعليمية وكانت القوات الروسية قد دخلت منطقة سومي بعد وقت قصير من بداية العملية العسكرية في أوكرانيا لكن القوات الإقرانية تمكنت بعد ذلك ببضعة أسابيع فقط من استعادة السيطرة على المنطقة لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مزرعهم وأصيب أكثر من مئة آخرين في انفجار مفرقعات مخزنة في مستودع بجنوب تايلند وعلنت تايلند أن المفرقعات انفجرت وشعلت حريقا في مستودع غير مرخص في سوق بالإقليم الجنوبي أعلن البنك المركزي المغربي أن اقتصاد البلاد سجل نموا قدره 1.3% في عام 2022 مقابل 8% في 2021 وأشار المركزي إلى استمرار تحصن المالية العامة للبلاد في ظل الظروف غير المواتية والمجهود الذي بثلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات وأوضح البنك المركزي المغربي أن عجز الميزانية تراجع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر